من الترويج الإعلامي الذي تم لموضوع اليوم التالي كان في بداية الأمر ليس مقصود منه خطة فعلية كان مقصود منه إرسال إشارة معنوية هي تقول بأنه سيتهزم المقاومة وبالتالي خلق نوع من المناخ بأنه يجب التفكير في من يحكم غزة بعد هزيمة المقاومة هذا الأمر لم ينفع وصمدت المقامة وأكدت أنها هي التي تقرر اليوم التالي وهي التي تقرر شروط وقف اطلاق النار والتي يفترض أن يلتزم بها الكيان الإسرائيلي وحكومة نتنياهو ولكن الأمريكيين دائما ينظرون إلى تجاربهم السابقة ويحاولون أن يقلدوا ما جرى سابقا بكيفية التعاطي لذلك بدأت الإدارة الأمريكية منهمكة في البحث عن المرحلة اللاحقة وبعد وقف اطلاق النار وبدأت تسريبات عديدة ومخططات تتسرب من ضمن ما تم تسريبه على فكرة أنه يتوجب تكوين قوات متعددة الجنسيات أو قوات حفظ السلام طارة يقولون بأن إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية وعملية خلق حكومة انتقالية تؤدي إلى قوات أمن أو تشكيل قوات أمن مشتركة أو قوات متعددة الجنسيات وخاصة من دول إقليمية ودول عربية كانت يتم الحديث بشكل خاص عن مصر والأردن والمغرب يمكن أن تقدر الإمارات يمكن أن يكون لها دور في هذا الأمر وأيضا من الأفكار الغريبة العجيبة فكرة طرح مستشار أمريكي غير مقيم في غزة أن يكون مستشار على طريقة بريمر في العراق يعني أنه لا يوجد كان حرص الإدارة عن تقول بأنه لن تضع قوات أمريكية على الأرض ولكن سيكون هناك مستشار أمريكي يمكن أن يقيم في الأردن يقيم في مصر وأنه هو الذي يدير خاصة فيما يتعلق في موضوع حفظ الأمن وفيما يتعلق في موضوع إعادة الإعمار وبالتالي يكون هذا المستشار نقطة جاذبة ومقبولة إقليميا وفلسطينيا برأيهم وأن هذا الأمر أيضا سيساعد على طمأنة الإسرائيليين بأنه سيكون هناك رعاية أمريكية لموضوع الأمن الإسرائيلي القادم لا تزال الولايات المتحدة تقول بأن الحكم العسكري هو فكرة خاطئة وتحاول طرح بدائل وهذه البدائل تستند في الأساس إلى هزيمة المقاومة وكون أن هزيمة المقاومة شبه مستحيلة لكم مستحيلة فكل هذه الأفكار تبقى في نطاق طرح أفكار غير قابلة للتنفيذ والتطبيق وبالتالي لا يزال المأزق الأمريكي متطابقا مع المأزق الإسرائيلي في موضوع كيفية التعامل مع الوضع الراهن في غزة ترجمة نانسي قنقر